السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله سوف نتعلم مع بعض كيف نقدر نضيف الصورة وكيف لو ما عجبتنا بعد البث المباشر وغيرنا رأينا وحبينا نبدلها كيف نبدلها طيب تعالوا مبلش نروح على يوتيوب ومنبدأ عملية بث مباشر نضغط على بث مباشر مثلا هون راح حط أنا بس هيك عنوان بث تجريبي مشان حلقتنا ومننزل لتحت بنعطيه التالي بعد ما ضغطنا على التالي هلا يوتيوب راح يلطقت صورة لحاله هاي الصورة راح تكون كغلاف للبث المباشر طبعا ما عجبتنا وموضوع حلقتنا انو نضيف صورة مصغرة من انتاجنا او من منتاجنا نضغط على الالم نعطيه خيار تحميل صورة مصغرة هون مثلا انا راح اخذ هاي الصورة على سبيل المثال بس هي يعني مو مزبوطة هلا زبطناها وبنت تعطيه تعيين هون حفظ اعلى الشاشة على اليسار عم بقشر لكم بالسهم هاي صارت صورة مصغرة بس انا راح الغي طبعا البث لانه ما راح اخون بث مباشر هلا لكن قمت بعملية بث مباشر لمدة 30 ثانية شان اشرح لكم كيف تقدروا تغيروها لو ما عجبتكم وغيرت رأيكم هلا البث المباشر متل ما بتعرفوا ما بيطلع هون مع الفيديوهات بتكون تروحوا على هون الخيار الثاني شايفين الفيديوهات الفيديوهات المباشرة هون اصدهم البث المباشر هون انا صورت فيديو شايفين 36 ثانية بس مشان اشرح لكم كيف تقدروا تغيروا صورة البث بتكبسوا على هدلول لثلاث نقاط عم بأشركن عليهم بالسهم هون بيعطيكم عدة خيارات تعديل الفيديو مشاركة الفيديو تشغيل الفيديو بتاخدوا الخيار الثاني تعديل الفيديو تضغطوا هون على القلم مرة تانية هون انا مصور بألاوة يعني ما خطر ببالي صور شي تاني فعصبي للمثال انا قناة طبخ او لو انتوا قناة طبخ ممكن تكونوا فعلا تضغطوا على تغيير في هدلول لثلاث صور عم بأشركن عليهم هدلول ثلاث صور كمان يوتيوب انطقتون تضغطوا على خيار تغيير وسانها هاي انا مجهز صورة على سبيل المثال هاي بقالا وعاصولها وشغل البيت هاي منيحة لقنوات الطبخ فكروني عم ضارب عليهم نعطيه تم وهاي هيك نعطيه حفظ مرة تانية بعد ما طلعت الصور به الشكل شايفين هاي غيرنا الصورة بعد البث المباشر وهيك بنكون تعلمنا كيف منعين صورة للبث المباشر وكيف ممكن نغيرها بعد البث بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بها الحلقة القصيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Gعيش في سبيل المستقبل